الموضوع كبير زي ما بنقول و بنحاول نبسطه و نفنده للمشاهد علشان خاطر الأحلام كانت كبيرة جدا في أن احنا نخرب من الأزمة الاقتصالة للمغربها دلوقتي هبدأ مع الدكتور هشام مباشرة كيف تقيم هذه الصفقة أو هذا المشروع في هذا التوقيت اللي كان الكتير بيقول فيه أن الاستثمار بيهرب من مصر مؤكد استثمار مهم جدا نهاية مش صفقة أهو استثمار استثمار بيأتي فيه توقيت صعب للغاية مش بس بيواجه الاقتصاد المصري لكن كمان الاقتصاد الدولي احنا عندنا مشكلة في حدقة تدفق روسي على مستوى الدولي بقى لنا خمس سنين يعني هذه المشروعات اللي بتدخل فيه ما يسمى بالميجا بروجيكت المشروعات الضخمة الحية ببنشوفهاش كتير خلال السنوات المعدودة الماضية الاستثمار المباشرة عنده مشكلة على مستوى الدولي لانه بحكم انتفاع تكلفة التمويل بقاعدات الفضائي الامريكي والبنوك المركزي على مستوى العالم بضعف عصرها الفائدة لحية خلّى السنوات المباشر مؤامل مخاطر فيه مرتفعة الضغوط عليه بقيت عالية وبالتالي لما بنشوف انه فيه استثمار بهذا الحجم بالتأكيد مسألة مهمة جدا لكن المسألة تتعدى مجرد انه مصر بتعمل مشروع او بتبيع جزء من الأرض المسألة الاكبر انه احنا بنتكلم على استثمار متكاد احنا بنتكلم على مصر بتقدم أرض وبحصة عينية فيه المشروع وبتحصل على مقابل فوري وبتحصل على عواد للإسمار على مدى تنفيذ هذا المشروع بنتكلم على مزايا متعددة بنتكلم على تنمية السحل الشوالي هي مسألة مهمة جدا علشان لدينا مستدف في تنويع المقصد السحي وزي ما البحر اللحمة تم الاستفادة به بالمدن الشرم الشيخ وغيرها مؤكد انه السحل الشمال اللي يحتاج لهذا العمل بالتأكيد العالمين فتحت الباب واحنا الحياة يشوفنا مدينة العامين الصيف الماضي الحياة كانت مبهرة للغاية للعالم كله وبالتالي لما بنضيف مدن جديدة مش بس بتستدف السياحة المصرية او حتى العربية لكن كمان السياحة الدولية بالتأكيد ده هيكون أمر مهم جدا بنتكلم على مئات الالاف من فرص العمل هيتم تخلق بنتكلم على معاشرات المصانع اللي هتعمل والقطاعات اللي هتشتغل من وراء تشغيل هذا المشروع اتصال انه هيفتح الباب امام استثمات اخرى وده في المخطط العام للدولة المصرية زي ما اشار رئيس الوزراء اليوم انه احنا الحقيقة المشروع ده ما اتاش علشان يتعامل مع أزمة النقدة اجرامي مشروع ده مستهدف محطوط لبلان قبلها فترة زمنية طويلة لكن كل مشروع بيأتي التوقيت المناسب له للتوقيع وللتنفيذ فأتصال انه بادرة جيدة للغاية في ظروف صعبة ما بنشوفش هذه الاستثمات بهذه الارقام الضخمة بقالنا فترة زمنية كبيرة صحيح مش في مصر انا بتكلم على مستوى الاقليمي والدولي في الوقت الحالي كمان في ظل الازمة الاقتصادية العالمية طبعا ومهم كمان انه السمارة الاجنابي بيأتي في هذا التوقيت هتصال انه بيشجع رأس مالي المصري وغيره من السمارة تصال انه الجانب السعودي هيكون الحياة لديه رعبة قوية في ان ينافس الجانب الاماراتي في الاستفادة مما هو متاح من فرص السرية ومصر لديه المقاومات اللي اشتغلت عليها مفترة طويلة در اشتغلونا